اول منزل في جوهانسبورغ اقام فيه اول رئيس اسود جنوب افريقيا نيلسون مونديلا حيث تحول الى فندق جميل اطلق عليه اسم سانكتوري مونديلا واطلقت على بعض الغرف تسمية مايبا او تاتا وهما لقب التحبب للزعيم الراحل نيلسون مونديلا الذي نجح في وضع حد للنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا نريد ان نريك جوانب من ما ديبا لم ترها من قبل بالاضافة الى بعض الامور التي ربما لم تعرفها عنه من قبل المكان هو منفذ مؤسسة نيلسون مونديلا يحتوي على قطع فنية جميلة للغاية وستكون فرصة ايضا لعرض كل هذه التحاف الثمينة اقام مونديلا في هذا المنزل بعد وقت قصير من اطلاق سراحه من السجن عام 1990 حيث بقي فيه ثمان سنوات يحتوي الفندق على مطعم اين تقدم الاطباق المفضلة لدى الزعيم ومنها ذيل الثور المطهو وتتولى قيادة المطعم طاهية نيلسون مونديلا كوسوليسوى نودوية ترغب الادارة في الحفاظ على جو المنزل وجعل الزوار يعجبون بمنزل مونديلا ويرغبون في العودة لزيارته مرة اخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة